اهلا بكم مازانا المشاهدين الى حلقة جديدة من صدر الاقلام والذي نرصد من خلالها العديد من المقالات التي كتبها الكتاب والصحفيون في عدة صحف ومجلات ونبدأ باهم العنوين المدى تكشف ملف المغيبين ثمانية زنازين لمختطفي المناطق المحررة والمحتجين في الزمان دول عربية تفرض عقوبات قاسية على خارقية تعليمات الوقاية من كورونا وفي عربي واحد وعشرين كورونا يواصل التفشي ودول جديدة تتصدر بقائمة الإصابات اما في العرب اللندنية فالاحتجاجات تلاحق الحكومة العراقية دون فرصة لاختبارها وفي القدس العربي ليبيا الحكومة تسيطر على قاعدة الوطية والسراج المعركة لم تنتهي في العربي الجديد لبنان تحركات شعبية لاستعادة الأموال المنهوبة ومكافحة الغلاء وفي الشرق الأوسط ترامب يهدد بتعليق تمويل الصحة العالمية بصورة دائمة ما ملامح صفقة طهران وواشنطن في بغداد مؤخرا؟ تساؤل يطرحه الكاتب مثنى عبدالله في مقال بصحيفة القدس العربي ويقول ليس جديدا القول بأن ولادة أي حكومة في بغداد لن تكون يسيرة من دون تحقيق معادلة التوازن الأمريكي الإيراني فيها لقد بات هذان الفاعلان يحققان الاستراتيجية المهمة بهذه المعادلة كما بات العراق هو الآخر محكوما بها أيضا فهذا البلد تراه الولايات المتحدة مركز ثقل في المنطقة وتستطيع من خلاله التأثير على كل الاتجاهات أو في كل الاتجاهات لذلك تخاف من سيطرة إيران عليه لأن ذلك قد يمكن روسيا والصين من السيطرة على مصادر الطاقة إن دراسة كل المؤشرات التي وردت في مراقف وتصريحات الأبروة الإيرانية في العراق والمنطقة بخصوص تنصيب رئيس الوزراء الجديد تشيئ أن هناك صفقة تمت بين الفاعلين الأمريكي والإيراني قبلهم البعض مضطرا كالعصائب واعتبرتها بدر انتصارا لواشنطن وأسعى حسن نصر الله لوضع بصماته عليها كي تمر ثم باركها كما تقول صحيفة الأوبزيرفر البريطانية ولم تذهب كتائب حزب الله العراقي إلى اتخاذ موقف عملي أبعد من التصريحات المناوئة أما واشنطن وطهران فقد سرعتا لتقديم التهاني والتبركات وكان لقاء سفيريهما في بغداد برئيس الوزراء الجديد علامة فارقة وهذه كلها في السياسة والعلاقات الدولية تعتبر إشارات مكلفة تشير إلى خطوات جدية قد حدثت في موضوع ما أما كيف قبلت إيران برئيس الوزراء الجديد كمنهج وسلوك وهو القريب من الولايات المتحدة فهذا هو السؤال الكبير أما في الداخل العراقي فهناك تظاهرات مستمرة رافضة لوجودها ودور أذرعها وهذه الأخيرة باتت تعيش وضعا صعبا بسبب التفتت والاحترابات الداخلية وحالة معدم الاتفاق على كل شيء إلى حد أن طهران أصبحت غير قادرة على توحيدهم تجاه من تريده مرشحا لرئاسة الوزراء يبدو واضحا يقول الكاتب من الإحباط الذي يغلف تصريحات الميليشيات والقبول على مضط بالأمر لتمرير الحكومة الجديدة وما يقابله من موافقة أمريكية سريعة على تمديد الإعفاءات من العقوبات على واردات الغازي والكهرباء الإيراني إلى العراق لمدة 120 يوما وليس 30 يوما كما حصل مع الحكومات السابقة وكذلك استعداد صندوق النقد الدولي لتقديم قرض للعراق كلها تؤكد على أن صفقة مرور رئيس الوزراء الجديد وتمرير حكومته قد تمت وأن طهران لم تجد خيارا آخر في ظل الظرف الرائع يقول الكاتب ماجد السام الرائع في العرب اللندنية إن الميليشيات المسلحة هي ضمانة قوة الأحزاب الشيعية الفاقدة للجمهور الشعبي الذي لفظها عبر احتجاجاته المتواصلة والتي كان آخرها انتفاضة أكتوبر 21 عام 2019 ومن دون الميليشيات التي كبرت أحجامها وفعالياتها فإن ضمان كل من طهران وواشنطن لتلك الأحزاب يظل معلقا في الهواء لأن كل القطبين النافذين يتعاطى مع قوة لها وجود على الأرض وهذا هو أحد الأسباب التي حولت تلك الأحزاب إلى دروع حامية لجميع جرائم الميليشيات ضد الشباب العراقي لقد انتهت الأغطية المذهبية للأحزاب التي حققت لها مكاسب سياسية منذ الأيام الأولى للعملية السياسية العرجاء الحرباء في العراق وأصبحت قوة هذه المجموعة أو تلك ترتبط بما تمتلكه من ميليشيات مسلحة على الأرض وبدرجة صلتها بطهران مصدر الولاء السياسي وليس المذهبي الذي يستخدم كغطاء لولاء العمالة للأجنبي فشيعة العراق لهم مركزهم الأول في التشيئ بالنجف وليست مدينة قم الإيرانية وحين شعرت هذه الأحزاب الفاسدة بأن انتفاضة شباب العراق أخذت تحاصرها في وجودها السياسي لجأت إلى الميليشيات المسلحة التي أصبحت لها قوات نفوذ سياسية في البرلمان ثم خضعت للمهادنة الشكلية التي نصحت بها طهران في قبول الكاظمي كرئيس للوزراء معتقدة بأنه لن يتجرأ على فتح المعركة مع الميليشيات المسلحة هذا الإحباط الميليشياوي لا يعني الخضوع للخطوات المقبلة في برنامج الكاظمي في نزء السلاح عن تلك الميليشيات على طريق تحقيق الحد الأدنى من هيمنة الدولة واستقلالها عن النفوذ الإيراني فقد بنى قاسم سليماني ومساعده أبو مهد المهندس خلال أكثر من عشر سنوات شبكات مسلحة انتشرت داخل العاصمة العراقية والمدن الرئيسية مزودة بقدرات تقنية صاروخية قادرة على إلحاق الأضرار بالبشر والممتلكات المحلية وبمصالح الدول المحيطة بالعراق هذا الضجيج حول قدرات الميليشيات كأذرع إيرانية في العراق يعود إلى غياب مركزية الحكومة وقوتها من خلال رئيسها ومدى حماسته وقدرته على اتخاذ القرارات وهو القادر على تحويل القوات المسلحة إلى قوة ضاربة بيد الحكومة ضد الميليشيات وفوضى الأمنة في العربي الجديد تحت عنوان عودة الاغتيالات إلى العراق داعش والميليشيات في دائرة الاتهام تقرير لصحيفة العربي الجديد جاء فيه أن جميع العمليات دونت على أنها إرهابية لكن هناك جزء من حوادث الاغتيال تنفذ من قبل ميليشيات وجماعات مسلحة وتدرج على أنها هجمات إرهابية لإغلاق التحقيق فيها ودون إحداث أزمات جانبية أو تفاعل معروفة جوانبه السياسية في البلاد فلنتابع للشهر الثاني على التوالي تتواصل عملية تسجيل قوات الأمن العراقية حوادث اغتيال في مناطق عدة من البلاد احتلت محافظة ديالا وكركوك الصدارة فيها وطاولت كما العاد ناشطين وحقوقيين واخرين ينشطون ضمن قوات العشائر المناهضة لتنظيم داعش أو بفعاليات اجتماعية في بلداتهم وفي الوقت الذي تجير الشرطة والسلطات الأمنية تلك الحوادث بجهة واحدة وهي تنظيم داعش الذي صعد اخيرا مع عملياته الارهابية في مدن شمال وشمال شرقي البلاد تحديدا فان هناك من يشير الى وقوف جماعات وميليشيات مسلحة وراء قسم من تلك العمليات بدوافع سياسية وطائفية واخرى تتعلق بمحاولات احداث تغيير ديمغرافي في عدة مناطق من تلك المحافظات وبحسب مسؤون العراقي بوزارة الداخلية في العاصمة بغداد فان احدى عشر عملية اغتيال نفذت منذ مطلع الشهر الحالي في ديالا وصلاح الدين وكركوك شمال بغداد طالت ناشطين وشخصيات اجتماعية وابناء شائر وسياسيين اخرهم المرشح للانتخابات العراقية التشريعية المحامي داود الحمداني شرق بعقوبة عاصمة محافظة ديالا المحادية يضيف هذا التقرير عمليات والاغتيال التي تنفذ باساليب مختلفة في المناطق السونية مثل اقتحام المنازل او اعتراض سيارات الضحايا او زرع عبوات لاصقة تتشاركها داعش والميليشيات على حد سواء في المدى هناك الاف من المختطفين ربما بعضهم ما زال حيا موجودون في زنازين سرية تابعة لفصائل مسلحة ولم تنشر الحكومة حتى الان اي ارقام عن عدد المختطفين او المختفين في العراق ومنذ اعلان التحرير نهاية عام 2017 قدم مسؤولون في الانبار وصلاح الدين والموصل وديالا قوائم لعدد من المختفين في ظروف غامضة اثناء الحرب ووصلت اعدادهم الى نحو 15 الف شخص فيما لا يزال مصيرهم مشهولا لأول مرة منذ ست سنوات يجرؤ رئيس وزراء للتحدث علانية عن ملف المختطفين والمغيبين قصرا اذ كان هذا الملف الحساس يناقش في اجتماعات مغلقة وتشكل لجان دون عرض نتائج او نشرها على مستوى ضيق ولا تعرف حتى الان الارقام الدقيقة عن عدد المختفين والمختطفين منذ عام 2014 وحتى تظاهرات تشرين كما ليس هناك معلومات واضحة عن اماكن احتجازهم اذ ان ما يتم تداوله هي معلومات غير رسمية وتتضارب الارقام المتداولة عن عدد المغيبين بين عشرات الالاف وبضع مئات فيما يواجه المعنيون بمتابعة حقوق الانسان مضايقات كبيرة من السلطة ومن الجهات الامنية التي تحجب المعلومات ينقسم المختفون في العراق الى مجموعتين بحسب الحوادث التي مرت في البلاد المجموعة الاولى هم الذين اختفوا في عقاب احتلال داعش وعمليات التحرير التي تلتها بين اعوام 2014 الى 2017 والمجموعة الثانية هم المتظاهرون والناشطون الذين اختفوا في اثناء احتجاجات تشرين ويقول حامد المطلق النائب عن الانبار وعضو لجنة الامن البرلمانية السابقة للمدى ان المسؤول عن السيطرة الوحيدة في طريق مرور المدنيين الهاربين من داعش هي كتائب حزب الله واكد ان النازحين كانوا يمرون عبر سيطرات الجيش قبل الوصول الى سيطرة الكتائب في المقابل يقول المرصد العراقي بحقوق الانسان ان هناك نحو 25 الف شخص مختطف قصرا او مفقود في محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين لم يكن تصنيف حزب الله كمنظمة ارهابية من قبل المانيا والذي جاء متأخرا الا مجرد الحجر الذي حرك المياه الراكدة تجاه مسألة اعمق واكبر تتمثل في قدرة الميليشيات المسلحة في النجاة من انكسارات ما بعد كورونا صحيح جدا ان اجواء ومناخات الازمات تعد الظرف الامثل للميليشيات في استغلال قلق الناس وخوفهم بهدف السيطرة الا ان ذلك يتطلب خلعا لرداء التلبس بالدولة داخل الدولة واعلان التحول الى ميليشيا محضة اشبه بالعصابات وكان ذلك في مقال للكاتب يوسف الديني في صحيفة الشرق الاوسط الازمة المالية في لبنان هي جزء من ازمة سياسية اكبر لكرة الفساد الملتهبة التي تسبب فيها ذلك التداخل بين مفهوم الدولة والسلطة وبين تلبس الميليشيا بالسلطة بينما تعمل على تعزيز مفهوم الدولة داخل الدولة واقتصادات شبه مستقلة ومؤسسات خاصة مما شكل مع تراجع الاقتصادات في العالم بسبب كورونا الى لحظة الصدام المتوقعة وان حاول الحزب تلافيها من خلال تعيين حلفاءه في مناصب مالية مرموقة بهدف تعزيز موقعه المالي داخل لبنان تحركات ميليشيا حزب الله المالية ليست اليوم سوى مقدمة لحرب مالية ضروس حرب وجود تهدف الى استبدال النظام المالي والمصرفي المتهالك من خلال مؤسساته ونظام الميليشيا بهدف ان تنعكس تلك العملية المستحلة على تعزيز قوته النقدية والتأثير على السيطرة السياسية لاحقا لعلاج انكساراته في الشارع وتراجع شعبيته حتى داخل مواطن نفوذه سابقا او المجتمعات المتعاطفة مع شعارات المقاومة والتحرير والتي وان انكشفت لا يزال خطاب حزب الله ينوع في خطابه الجديد وهجومه على المصارف على طريقة روبينهود حرب المصارف الاخيرة اثبتت سيطرة الحزب على مفاصل الدولة في لبنان وانها لا تقف عند حدودها السياسية بل تعدت ذلك الى تحولها الى قوة اقتصادية ضاربة لسيما مع فترة الكساد التي تمر بها الدولة وتفسخ التحالفات السياسية استخدم مصطلح الحرب للحديث عن مواجهة وضاء كورونا الرئيس الفرنسي ماكرون والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل بل ان احدى الصحف الصينية تحدثت عن سيناريو الحرب العالمية الثالثة في وصف الاشراءات التي اعتمدتها جل دول العالم لمحاربة الفيروس يبدو المشهد العالمي وكأنه ثمت حرب حقيقية مع تواتر اعلان حالة الطوارئ وصور الشوارع الخالية حول كورونا ومصطلح الحرب كتب حسن ابو هنية في موقع عربي 21 تدعي الحكومات في كافة انحاء العالم بانها تخض حربا ضد فيروس كورونا وتتجاوز معظم الحكومات خطاب الاستعارة اللفظية لمصطلح الحرب وتقحمه في مجال نظام الحقيقة لكننا ندرك ان الكفاح من اجل القضاء على فيروس كورونا ليس حربا بين البلدان وانما هو حالة طوارئ عالمية للصحة العامة وبهذا يخفي استخدام مصطلح الحرب حالة عجز الحكومات عن توفير الخدمات الصحية للمواطنين الى حد العجز عن صنع وتوفير الكمامات للاطباء والممرضين كما يخفي عجزها عن تأمين الرفاه والمساواة والعدالة باستعارة مصطلح الحرب في شتى ميادين الاخفاق والفشل كما هو الحال مع زعم الحرب على الفقر او الحرب على المخدرات وغيرها وصف الرئيس الامريكي دونالد ترامب نفسه بانه رئيس في زمن الحرب وقال ان فيروس كورونا المستجد عدو غير مرئي وحذر مدير مركز السيطرة على الامراض السابق مع حرب طويلة قادمة وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يجب ان نتصرف مثل اي حكومة في زمن الحرب ووصف الرئيس الصيني شي جين بينج جهود بلاده في مواجهة الفيروس بحرب الشعب وقال الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتريش نحن في حالة حرب مع الفيروس اما الكاتب حسن ابو هنية الذي كتب في مقاله في صحيفة او في موقع عربي واحد وعشرين فيقول خلاصة القول ان زعم الحكومات في كافة انحاء العالم بانها تخوض حربا ضد فيروس كورونا يهدف الى خلق حالة من الخوف والهول والفزع وذلك لتبرير اجراءات الطوارئ للتضحية بالحرية والديمقراطية وترسيخ الظلم واللا مساوى وغياب العدالة وديمومة الاستبداد توصلت شابة كندية الى طريقة مبتكرة لمعانقة والدتها بامان اثناء تفشي فيروس كورونا وهو قفاز كما تشاهدون قفاز العناق وهو ستارة بلاستيكية مزودة باربعة اكمام ومعلقة على حبل غسيل وقالت كارولين لوكالة الصحافة الفرنسية فكرت في انها لن تحصل على معانقة امها وكان عليها ان تفعل شيئا حيال ذلك وقام الزوجان بتثبيت الاكمام في ستارة بلاستيكية كبيرة ما يسمح لشخصين بمعانقة بعضهما بعضا دون اتصال مباشر وقد تمت مشاركة مقطع فيديو سجل للشابة ووالدتها في اللحظة التي تعانقتا فيها على وسائل التواصل الاجتماعي وانتشر على لطاق واسع والآن لأبرز ما رسم فنانو الكاريكاتير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في حلقة جديدة السلام عليكم ورحمة الله